السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة سيوغماشاين سناء بيوتي كنتمنى تكونوا كاملة بخير قبل من بداهد الفيديو ديال اليوم بغيت نشكر قاع لبنات قاع المشتركات العزيزات على تعاليق الزوينة اللي كيقولوا في حقي اي وحدة اخدت من وقتها وكتبت شكو مونتا اللي فغير مو كيزيد بيال قدام وكيشجعني فشكرا لكم شكرا لدعمكم والتشجيعكم ليا والقناة ديالي اللي اخطيكم عليها بالنسبة للفيديو ديال اليوم فجيت باش نبرتاجي معاكم واحد الفكرة اللي فغير مو جربتها ولقيت واحد نتيجة زوائنا بزاف وقلت علش لما نبرتاجيهاش مع البنات جبت لكم اليوم كيف كتشوفوا في العنوان جوج ديال انواع ديال البودرات ديال الوجه بودر بودر بنانا اللي خلق واحد ضجة ومنتاشر هاد الايام هادي وكل شي كيهضر علي جبت لكم اليوم ان شاء الله من المطبخ اقتصادي حنين على الجيب هادي اهم حاجة وموفيد بزاف للبشرة ويعطي نفس لفة اللي يعطي بودر بنانا وكذلك اجبت لكم واحد البودر اخر اللي ممكن تحكموا في درجة اللون دياله على حسب درجة البشرة ديالكم كيف ما بغيتوا انتو ما ممكن تفتحوا كيف ما ممكن تغلقوا ليه اللون دياله كيف كتلكم على حسب لون البشرة وصالح حقاء انواع البشرة وموفيد حتى هو لقاء انواع البشرة كيف كتلكم من المطبخ فما عندكم مناش تخافوا هذا علش بلا ما نطول عليكم وغادي ندخل ديالك تماما في الصور بالموضوع ونبدأوا الفيديو على بركتي الله إذا اللي بنات غادي نبدأ معكم بأول فكرة ولا أول بودر اللي هو كيف قلت لكم دائما من المطبخ كيف صلاح اللقاء انواع البشرة عنده بزاف ديال فوائد البشرة ديالنا غادي تعرفوها من اللي غادي نقول لكم المكون الرئيسي والأساسي شناوة دياله وكيف قلت لكم يمكن لكم تحكموا في درجة اللون ديال الباودر هادا كيف بغيتوا علي حسب درجة البشرة ديالكم يعني يمكن لكم تسحوه كيف يمكن لكم تغلقوه يعني أي بنت سواء كانت البشرة دياله بيضاء أو لصمراء يمكن لها تسعمل هاد الباودر هادا واللي هو كنظر معناني شو وقتكم غادي نقول لكم شناوة المكون الرئيسي والأساسي دياله اللي هو النشاء أو لا مايزينة وكي نحضاها القهوة كيف كتشوفوا اللي هي لغا تحكم لنا في درجة اللون اللي حنا بغينا عفوا غادي نقول لكم كيفاش تطاحت علي الفكرة أنا نستعمل نشاء أو لا مايزينة كباودر الوجهي واحد الخطرات بارتاجيت معاكم واحد الأول على ما أضم وكان في باودر جونسون وبزاف منكم سوولتوني قلتوا لي لاش كتديري جونسون لاش كتخدمي زيال مالاش كيصلح ليك فقدت لكم أنا نستعملوا لبشرة الوجهي ديالي كباديل الباودر وبزاف ديال اللبنات نصحوني واللي كان بغي نشكرهم من هذا المنبر هذا وقالوا لي بأنه ما يصلحش ليك ورا خيب مزوين شو عنده بزاف ديال أضرار البشرة وهذا هو سوين في اليوتيوب هو أنه المعلومة أو للبرتاج كيكون متبادل ما بين اللبنات ما بيني وما بين المشتركات ديالي فماش شي أنا وحدي اللي كان جيب المعلومة وللي كان برتاجي معاكم وصفات حتى انتموا بعد الخطرات إلا كانت شي حاجة شفتوها مزويناش ولا ما عجبتكمش ولا ما كتليقش ليه كتنصحوني بيها وهدي شي حاجة اللي كتفرحني بزاف أنا كنتقبل أي حاجة منكم وكنشكركم على هاد كيف قلت لكم هاد البرتاج هذا المتبادل وهدي هي الحاجة المزيانة في اليوتيوب كيف قلت لكم ذاك الأخذ والرد ما بيني وما بين المشتركات كيف قلت لكم رجعوا لموضوعنا كيف قلت لكم جربت تحت علي الفكرة قلت لش لا ما نستعملش انشاء او لا ما يزينا نستعملها كباودر لوجه ديالي وفا جربتها عجبتني اعطتني لس لفة اللي كيعطيني الباودر وبالعكس اعطتني واحد لفة اللي هو زوين حسن قاعد غير هو شرط انكم ديروا منها واحد الكيمية قليلة بزاف غير تأبصور بليكم ذاك الدهون ديال مثلا ديال فان ديال فان ديال ديال اقران صلعي او ديال الدهون اللي كتكون طبيعية في البشرة غير تأبصور بي وتفيكسي لكم الميك اوب وصافي ما تكترش منها لان تقدر جيكم شوية مجيرة كيف قلت لكم سواء كنت بيضاء او لصمرة ممكن تستعمليها وتحكمي في اللون بديك القهوة القهوة بطبيعة الحال غاديت ايما تسمع كواه هكا بشي مع القهوة باش ما تترس ما تبقاش هكا صينا او طحنوها تبقى تزيتو بشوي بشوي حتى تحصلو على ديك الدرجة اللي بغيتو ركا تعطي واحد لفزوين وكتعرفو كاملين فوائد انشاء لبشرة ديالنا ما عندها لاش درنا وكيف قلت لكم حنينة بزافع الجيب اقتصادية وشي حاجة اللي من المطبخ اللي هي جد امينة اما بالنسبة الباودر الثاني باودر بانانا اللي كيف قلت لكم خلق واحد ضجة في اليوتيوب وفقا مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيتبع بوحد تمال اللي هو غالي جدا حتى واجبتو لكم من المطبخ ام انا كنحاول ما امكن اي حاجة نستعملها في الدار تكون طبيعية على برنامات انا من اللي كنخرجوا سواء الفون دوتا ولا ولا الفغاجو قاعدك شي اللي كنديرو شي ميكو ولكن اين فوق ندخل الدار كنبغي كل شي كن طبيعي الماسكات اي حاجة كنستعملها البشرة داري ولدتي كنفضل انها تكون طبيعية واحنا بشوي بشوي بدينا كنشو حتى المنتجات اللي كيدالو على بره كنشو نحاول ندخل شي حاجة طبيعية ده ببدينا بالباودر ان شاء الله غادي نبقاو حتى نجيبو هكا في الافكار حتى نرجع وقع الميك اوب دينا ان شاء الله طبيعي لان كيف كنت تعرفو الشي ميكرا عنده بزاف ديال الاضرار على البشرة دينا اولا كي هلكلينة تجيب لانه كي يكون غالي بزاف ثانيا كي هلكلينة البشرة دينا مع الوقت هو كيعطي واحد لافة زويل ولكن ضروري ما غات يخرجينا على البشرة دينا ما كين محسن من طبيعي كيف كنت لكم رجوع الموضوع دينا بالنسبة لباودر بانانا حتى هو اجبتو لكم من المطبخ كيعطي نفس لافة ديالباودر بانانا اللي هو دقيق ضرورة ولا طحين ديال الدرا اللي كنقولولي بالدريجة المغربية دينا باداز هدك باداز غات تحاولو تطحنوهم زيان الى كان شوية حرش بحال هذا اللي عندي انا بقي حرش شوية تطحنوهم زيان حتى كي يولي رطب وكتستعملو كيعطي نفس لافة ديالباودر بانانا وهد الباودر هذا معروف بانه اكترية البنات اللي كيستعملو اللي كتكون عندهم البشرة خمرية او لاصمرة هم اللي كيستعملو بالنسبة لبنات اللي عندهم البشرة بيضة ما تطلقش لهم واكترية كيديروه بالليل مهم انا ما ديش نهضر لكم بزاف فعلي تقديرو شغو الشيخ شو تدخلو تشوفو لاش كي يصلح كيف قلت لكم هذا كيتستعمل كيعطي نفس لافة ديالباودر بانانا انا جربتوه ولكن ما لاقش لي اللون البشرة ديالي لانه هو كيكون صفر هذا ما عندكم ما تبدلو فيه يعني البنات البشرة ديالهم بيضة ما غاديش يلاقليهم فقط دوات البشرة الخمرية او لاصمرة وكيعطي واحد اللي في واحد المظهر الزوين بزاف خصوصا بالليل جربوه او ردو علي الخبار ما غاديش ندموه كلنا كنعرفو اه بانه دقيق الدورة او لابداز عنده بزاف تهود فوائد ديالبشرة خصوصا البنات اللي عندهم بشرة دهنية كيلقليهم بزاف فكنتمنى هاد الفكرة هاده اللي قدمت ليكم او لهد البديل ديالبودر بانان ان شاء الله اعجبكم جربوه وخلو لي تعالق ديالكم وقلو لي اه كيف اجاكم خصوصا اللي بنات اللي مستعملين هاد البودر هاده هوم اللي غادي يلاحظوا الفرق وغيشوفوه فعلا واش كيعطي نفس الليفي اوليلا اذا اللي بنات كانت هده الفكرة ديالي اليوم بارتاجيز معاكم جوة الانواع ديالبودر اللي من افضل ما يكون كنتمنى واتقول لي كيفاش لقيتو النتيجة ورا صدقوني اللي بنات راه مكين محسن من طبيعي انا بنسبالي يقاع الوصفات هاكا المنزلية ولقاع الماسكات اللي كانعطيكم كيكونوا طبيعيين وعليش اللي بغينا حتى الماكياج ديالنا يكونت هو طبيعي 100% علش اللي لانو مكين محسن من طبيعي بهذا كتسالي الفيديو ديالنا ديال اليومه جاسباغ انها تعجبكم بنسبال اللي بنات اللي مازال ما اشتركوش في القناة اش كتسناو هبطو الدابا كين واحد زر احمر اسفل اسفل الفيديو ضغطو عليه ما تنسوش كذلك انكم تفاعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مني دعموني باللايكات ديالكم وانا كنتسنا تعاليق ديالكم دائما فري الصبر كيف قلت لكم ارا كل هاكا نقراها وكل ما سمحت لي الفرصة كنجاوب البنات على التساؤلات اللي كيسولوني كنبغيكم بزافت بوسك كبيري لكم السلام عليكم اشتركوش شكرا